اهلا بحضراتكم بنستكمل مسيرتنا مع اعلام ومشاهير القراء في دولة التلاوة ونتوقف اليوم عند محطة مهمة وهي محطة فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي الذي رحل في سن صغيرة تقريبا 47 عام ولكن رغم ذلك ترك ارثا كبيرا وعظيما مازال موجودا حتى الآن ونستمتع به اليوم مع فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي في مصر دولة التلاوة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الشيخ كامل يوسف الباتيمي بطل القراءة كان لديه مقدرة كبيرة على التنقل بين المقامات بصوت قوي عميق مملوء لكن ليس عاليا كان الشيخ الباتيمي يخصص لياليا للقراءة في منزله كل جمعة ويخصص واحدة لقراءة القرآن وأخرى لقراءة التواشيح رحم الله بطل القراءة برحب بحضراتكم مشاهدين الكرام وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي قراءة أهلا بكم صحر الفان أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بحضرتك اسم ضفنة اليوم أو نجمنا اليوم إنجاز التعبير رفض الشيخ كامل يوسف الباتيمي كان حاضر معانا الحقيقة في الأيام الماضية فلو خصصنا له بقى هذا اللقاء بداية ماذا تقول عنه فلد الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه اليوم نتكلم عن التوأم الذي وصف بالحنجرة الفلاذية التوأم لأنه توأم روح الشيخ محمد صديق المنشاوي الله يرحمه ونزل معه عند الشيخ محمد الصيفي كضيفين على ما كان يجري عليه عادة الشيخ محمد الصيفي من اكتشاف المكتشف المواهم ومات في نفس السنة التي مات فيها الشيخ محمد صديق المنشاوي قبله بشهور قليلة وولد فاضيلة الشيخ محمد ذكي ابن يوسف البهتيمي المشهور بكامل يوسف البهتيم لأنه محمد ذكي اختفت شوية واشتهر بكلمة كامل ينادو في البيت بيه كامل ودي كان لها قصص موجودة حينئذ أبقى أقول لك عليها إذا كان فيه وقت 1922 ومات تسعة وستين يعني عنده سبعة واربعين سنة يعني زي ما بيقوله فعز الشباب صح لكن هو ولد وحفظ القرآن ولم يذهب إلى أي معاهد علشان يعرف القراءات زي كثير مما رأينا ولم يدرس دراسة أكاديمية على أحد في مقامات الموسيقى إنما لما نزل مصر القاهرة وسكن عند الشيخ محمد الصيفي اللي كان بيبحث عنه وعرف إن فيه واحد طلع في بهتيم شبرى الخيمة اليوبية يعني في القاهرة الكبرى بس حاجة تحفة وحاجة كسرت الدنيا فرح قال لأ ده لازم أشوفه رح بالخفاء كده علشان يسمعوا في أحد الليالي وانبهر به ودعاه قال له تعالى في مصر هو مصر عمل فيه ودي دي زحمة مصر ديته لعمره من أيام ابن بطوطة هو بيوصفة أن هي زحمة فقال له لأ ده أنت تسكن معي ونزل فعلا الشيخ البهتيمي فوجد صديق عمره وتوأم روحه محمد صديق المنشاوي